موسيقى مساء الخير عزيزي المشاهدين وأرهم بحضراتكم مساعد بس مباشر من برنامج خدبالك احنا دايما بنسمع انه فيه دعوة قضائية وممكن امام محكمة جزئية وابتدائية ولها استئناف ولها اجراءات وايضا امام محكمة النقم ولكن النهاردة هنتكلم فيه القضاء المستعجل هنعرف ايه هو القضاء المستعجل امتى الشخص يرجع للقضاء المستعجل هل القضاء مستعجل في جميع الدعاوة في جميع المنازعات ولا فيه منازعات محددة على سبيل الحص كمان هنتكلم اذا كان فيه حاجة اسمها قضاء المستعجل هل ليها مواعيد هل ليها طعن هل بتاخد نفس مصار الدعاوة القضائية العادية امام القاضي العادي ده اللي هنتكلم فيه تفصيليا في حلقتنا النهاردة ولكن اسمحونا بداية نرحب بسيات المستشار يسري مكاري المحامي بالناقض والدستوري الولاي برحب حضرتك فن أهلا مستعجل يا فن سيات المستشار يعني القضاء المستعجل هي قضاء مستعجل ولا دعوة مستعجلة هي قضاء المستعجل أنواع قضاء مستعجل أمام محكمة الأمور المستعجل قضاء مستعجل قاضي التنفيذ قاضي الأمور الوقتية قضاء مستعجل كله ده اسمه قضاء مستعجل أنه بيحكم بواجهة سرعة يعني إيه واجهة سرعة يعني ما ينتظرش زي أضايا الموضوعية إعلان وعادة إعلان وبحصل موضوع وبحصل الأوراق وخبير وطلع على المستعجل لا 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 يعني بينظرش في صلب الدعوة وبيبص في الأوراق والكلام ده لا 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 هو ليه ينظر من ظاهر الأوراق أو يحكم من ظاهر الأوراق وليس له أن يتغلغل في الموضوع يعني إيه ظاهر الأوراق يا فانسي يعني أنا دلوقتي مقدم ليه أوراق مثلا إخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية وقانون جديد تمام أجي أعمل إيه أبص العقد وإنك أنت أنزرته وخلاص لا ليه أحكم بإن العقد ده صحيح والمباطل العقد ده هو ما ممكن يا فانسي هنا وقفة مالك ولا مش مالك وقفة برضو يعني أنا دلوقتي مثلا مالكه أدمت العقد وقلت إن انتهت علاقة الإيجارية طب إيه اللي يضمن مثلا للمحكمة إنه توقيع العقد ده صحيح وقانوني ما ممكن يكون عادي مزور إنه عندك قضاء موضوعي يلغي لك الحكم ده لأنه ده قضاء ليه حقيته بس مؤقتة بصفته يعني لحين نظر الدعوة الأصدرية آآ لغين الانتهاء من الموضوع يعني الموضوع ضر أنا صدر لحكم على ساكن من القضاء المستعجل وجايز يكون العقد فيه صغرات فيه 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 المحكمة الموضوع المستعجل ليس لها أن تفحص بنود العقد أو تتغلغل فيها أو تدرسها لا 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 هي بتحفظ حق مؤقت زي أو أقولك إيه في الجنائي التمكين في الجنائي بيبين الظاهر وكل نيابة من الظاهر لما يصدر قرار التمكين يعني بيتلمس الحيازة حيازة مين لو ليك أنت حيازة لمدة أسبوع يديك حيازة وما ليهوش داخلي ينظر قبل كده ولا حيازة مين ما يبصش مثلا للعقد ولا دمع عقد ولا غير ولا كلام زي ده أنت ليك حيازة مؤقتة أنا أديك حيازة وشأنك قاله هو قرار التمكين آآ وشأنك والقضاء الموضوعي سؤال تحديدا وده مهم يمكن اللي بيسمعنا دلوقتي يقول طب ما أنا ألجأ للقضاء المستعجل ده أسرع وطالما سريع جدا في إصدار قرارات وما فيش إعادة إعلان وغيره 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 سؤالي تحديدا هل جميع الموضوعات يجوز فيها والمنازعات يجوز فيها لجول القضاء المستعجل ولا موضوعات معينة بس الأستاذ سروت معانا بقاله فترة من قبل الحلقة أستاذ سروت مساء الخير أفهم استاذ سروت تأخرنا عليه وقفل استاذ سروت معانا طيب حاول تتصب بنا مرة تاعمة سيدة مستشار هل كل الدعاوة أو كل المنازعات يجوز فيها ولا القانون مثلا حدد أنه ده خوفا منه يتوفى خوفا منه يسافر قص حضرتك بالقضاء المستعجل خوفا من زوال الحق خشية من زوال الحق أو زوال الدليل آه يعني إيه يعني الحق دهوى مع مرور الوقت يضيئ فهو إثبات حالة مثلا وعلى وجه السرعة خوفا إنه مسافر واحد أي مسافر وشهدته مطلوبة في قضاء الموضوع القضاء الموضوع عادة إعلان وإعلان وخبير وبتاعه فين لما أطلب شهود فأطلب من قضاء المستعجل هو مسافر أو إنه هو في مرض الموت يأخذ شهده خوفا أحسن لقدر الله يتوفى يعني أي واحد بيعمل تخريب في العقار وخوفا على أقار من الانهيار فوقف أعمال يعني القاضي قبل ما بيقبل الدعوة في عندهم بيقدر الأمور هل دي فعلا تستاهل ولا لا وليه رقابة من محكمة النقض عليه هتقول لي إزاي ده جزئي الجزئي يستأنف والاستئناف دايرة كلية يعتبر استئناف دايرة كلية زيها زي الأحكام اللي تصدر من الجزء وتستأنف في دايرة كلية لها أن تنقض واللي بس فرق بينها وبين النقض في الاستئناف بين يدفع كفالة وتأمين زيادة طيب ناخد الأستاذ نادر أستاذ نادر نوطي التلفزيون يا أستاذ نادر ونشمع بعض من التليفون ربنا يقويكم في عملكم الصوت احنا بنشكر حضرتك وبالتنامك حلو ربنا يحافظ عليكم بتوضح حقوق الناس يعني الحق بالضرور السليمة بقول لحضرتك أنا ليه قضية ضد شركة شركة مياه قضية ضد نعلي صوتنا شوية بقول لحضرتك قضية ضد شركة المياه تمام وفيه خلاص حكمة سيرة تبفيزية بقيمة مادية هي بسيطة لكن قيمة مادية وخلاص فدلوقتي احنا اعلننا الشركة اللي احنا الشركة متبعات انها ما بتنفس الاحكام اعلننا فبيقولوا هاتولنا السيرة التنفيزية عشان نتلعلك مستحقاتك وانا اخشى ان انا اسلم السيرة التنفيزية زي ما حصل مع غيري يمطوحوا يعني يعودوا فترات طويلة يعني انت معاك السيرة التنفيزية وطلبين السيرة التنفيزية وحضرتك مش راضي يتقدمها خوفا من انها ضياء خوفا من انهم ما يدونيش حقي وبعدين بيقولوا عشان تطلعت السيرة التنفيزية تاني شغلانة طويلة طب انت لازم علشان تنفذ الدعوة طب نرجع لسيطة المستشاة وديتها السؤال السؤال التاني لو تكرمت هل ديا انا راجل في المعاش ورفعت القضية من المعاش هل ديا لها تأثير على المعاش بتاعي مفروض تزود المعاش بتاعي؟ لا يعني السؤال التاني مش واضح يعني حضرتك على المعاش ليك مستحقات؟ هاخدها باذن الله بس المستحقات دي مفروض انها بترفع للمرتب المستحقات هي نتيجة ان انا مخدتهاش في الشركة عن اخر عامية يعني انت عاوز تطالب بيها وكيف لما تطالب بيها قضائيا يوقفو لك الامور لا انا لو طالبتها اطالب التأمينات هتالب التأمينات دلوقتي اللي اني على المعاش يعني انت عاوز ترفع دعوة ضد التأمينات؟ انا بسألك وارفحها ضد ايه؟ يعني هي المستحقات كانت اثناء خدمة حضرتك ايوه وعاوز ترفعها عاوز تعرف الجهة اللي ترفعها هل يدعى تأمينات؟ اه ولا على الجهة بتاعتك ايوه على الشركة ولا المعاش تمام الاسئلة واضحة يا فن طيب شكرا لحضرتك فن بالنسبة للصيغة التنفيذية صيغة التنفيذية كيف حسن يسلمها؟ هل ممكن انا انفذ دعوة حكم قضائي من غير ما اقدم الصيغة التنفيذية؟ بس حضرتك هو صح لي حق لكن ذا الشقين الموظفين يعني يجب ان هو يسلم الصورة التنفيذية ده شرط اساس؟ مش هينفذ له غير لما يسلم الصورة التنفيذية من الحكم طيب ازاي امن نفسه؟ امن نفسه الموظف اليستلم يمضي ويختم له بالختم انه استلم الاصل هذا الحكم يعني يصور صورة من الحكم وانا من رأي وده برأيي انا ما بيتعملش به يرسل انذار رسمي على يد محضر انه بتاريخ كذا سلمناكم الصورة التنفيذية علشان بعد كده ما يجيش بعد كده بمدة وقلوله الموظف ده راح على المعاش وما انش الصورة التنفيذية الموظف ده مش عارف ايه الموظف ده تحبس الكلام ده لانه بيحصل حاجات كتيرة في هذا الصدد امان اخذ بال حضرتك وبعت له انذار رسمي على يد محضر انه بتاريخ كذا سلمناكم الصورة التنفيذية واستلم على الموظف الفلان ورجاء عمل التنفيذ اللازم كده بيأمن نفسه انه فعلا سلمها بطريقة القانونية بيأمن نفسه في حالة التراخي يرفع جنحة طبق المتة 123 نقوبات يقول لهم عدم تنفيذ حكم قضائي قضائي المتسبب في عدم تنفيذه طيب الشق التاني بيقول هو ليه انه عدم الجنحة دي تطلب اول حاجة عشان ينفذ يتطلب انه هو سلم الصورة التنفيذية يعني شرطة اساسي عشان ينفذ الدعوة القضاءة او الحكم لازم اسلم الصيغة التنفيذية لازم اسلم لازم تسلم يا سيد نادر الصيغة التنفيذية زي ما قال سيادة مستشار لكن زيادة تطمئنان ممكن تسليمها عن طريق انعار على الديموقع لا بس يوقع الموظف امامه على صورة الحكم التنفيذي طب يرضى يا فنم ممكن الموظف يرفض لا 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 يمكن ازاي يعني ممكن انت مش بتستلمها يصورة تنفيذية طب هو هل هو ممكن تتحط بشخصه يا فندم ولا لازم عن طريق محامي دا لو ما استلمها شو تحطط في الاتراج ايه اللي يثبت انه هو الموظف استلمها لما اجي اقضيه او اشتكيه تمام طيب الشق التاني من السؤال علشان معنا تليفون تاني بيقول انه هو ليه مستحقات لدي الجهة وهو طلع عن معاش والمستحقات دي كانت على الجهة هل يرفح ضد التأمينات ولا يرفح ضد المصلحة اللي كان شغال فيها هل المستحقات دي اثناء تأدية خدمته اثناء تأدية خدمته يوعى الشركة لكن اذا كانت مستحقات تأمينية يعني هيئة التأمينات الاجتماعية يوقعت ترفع على هيئة التأمينية لكن مستحقات على الشركة او على قطع العام او خلافه اثناء عمله دي على طيب معانا الاستاذة سميرة مسار خير يا فن استاذة سميرة ايرا اتفضل يا فندم سؤال حضرتك بص لو سمحت انا عندي شقة اينا انا معايا الاستاذ ما شقة اينا معاك يا فندم اتفضلين طيب انا كنت مفكينها شقة وبعدين الشقة دي الواحدة ست هي جزعة فجتت وقت من سنة التسعين فجزعة دلوقتي اصبح تجوز الواحدة تعالى سواء مكثربش من الاولى ولا خليك من التانية حل لو هو توفى داشتنا روجه كبير اكذا طيب استاذ سميرة استاذ سميرة استاذ سميرة استاذينك وقت التلفزيون ونسمع بعض من التليفون استاذ سميرة معنا طيب الأستاذ ميلاد أيوة أتفضل أستاذ ميلاد لو سأت أنا كان عندي مغمز وأجرته والمستعجي نركب عداد مية وجاء بعد كده اتوصى والورصة واسلت منه المغمز وعداد المية بإسمه شركة المية عايزة الأستاذ أي حد من الورصة يعملوا تنازل ويحشوا العداد عشان لغيت المغبس خالص بس واش جادر عليهم هم مواطنين معايا الورصة ومفيش حد منه راضي عيرت الشيء القانوني اللي أقدر ألغي به العداد يعني انتهت العلاقة الإيجارية وحضرتك استلمت العين وعاوز تحول ولغيت المغبس خالص ولغيت المغبس وعداد الكهرباء لغيته كل حاجة ما فيش بالعداد الماء بس المتوافق المكان المستاجر الجديد طعام تمام في أي استفسار فان شكراً أستاذ ميلاد إذا كان هو خواخد حكم قضائي ممكن يقدم هو ما عملش حكم قضائي ما عملش حكم قضائي هو عداد المياه ما يثبتش حيازة اللي يثبت الحيازة الكهرباء عداد الكهرباء هو اللي بيثبت الحيازة وعلشان كده لما تيجي تركب عداد كهرباء بيشترط شروط قاسية جداً بيشترط إن يكون عندك توكيل يشترط يكون الورصة يشترط إن عندك تسجيل أو حكم صحة ونفاذ ليه؟ إن الكهرباء لتثبت حيازة أنت عايزة تغير ليه العداد باسمه يعني خوفاً زياد تأمين يعني لا زياد تأمين طب إيه؟ عاوزي غير رفندم هل يختر الشركة بينهاء العلاقة الإيجارية ولا يفندم؟ في الحالة ده هيا هو غير العداد الكهرباء ونهار الكهرباء قدم عداد جديد يأخذ الإصال الجديد ويروح مرفق المياه بس؟ آه ولقب تغيير هنا على الإصال الجديد أو بما أنه انتهت العلاقة الإيجارية إلا ينزرهم بإنذار رسمي أني مرفق المياه؟ ينزر الإصحاب الشأن هو فندم إصحاب الشأن الورصة مش راضين يروحوا معهم ينزرهم بإنذار رسمي تقدم إلى مرفق المياه وإلا سنترض آسفين اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم ورفع الدعوة في القضاء المستقل برفع عداد ممكن هنا قضاء المستقل آه تمام الأستاذ سميرة رجل تاني الأستاذ سميرة مساء الخير أستاذ سميرة معنا طيب يبقى في مشكلة في الاتصال الأستاذ وهيب مساء الخير فندم أستاذ وهيب أستاذ وهيب أستاذ وهيب معنا نستأذن حضراتكم يعني برجاء يعني نوطي التلفزيون ونسمع بعض من التليفون أستاذ وهيب معنا أستاذ وهيب أستاذ وهيب أستاذ وهيب نعم اتفضل حضرتك اتفضل حضرتك معنا على الهوى يا فندم سأخيري بيه يعني من حضرتك اتفضل هاي ألو اتفضل يا فندم سؤال حضرتك ايه سؤالك ايه يا فندم هاي أخد المشروع اللي هون نجيلي نعم سؤالك ايه يا فندم حضرتك معنا على الهوى اتفضل يا فندم ايه مع حضرتك سؤالك ايه يا أستاذ وهيب طيب الواضح انه فيه مشكلة في الاتصال سيادة مستشار بالنسبة للمنازعات حضرتك قلت مش اي منازعة لازم تكون لها صفة الاستعجال لها صفة الاستعجال ويخشى من زوال الحق والقاضل امور المستعجلة يجب ان هو يراعي هل هذه المنازعة لها صفة الاستعجال من عدبه اذا كان لها صفة الاستعجال يحكم فيها اذا لم يكن لها صفة الاستعجال يقضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوة طيب المحكمة اللي بتنظر الدعوة المستعجلة يا فندم هل محكمة جزئية ولا محكمة ابتدائية ولا فيه شروط اللي هو لازم يكون وفقا لقيمة المنازعة والمبلغ والكلام الاختصاص القيمي والمكاني التضاءاء المستعجل كله جزئي محكمة كلي مثل زي القضاء الموضوعي وله قضاء اختصاص قيمي ومكاني اختصاص قيمي ومكاني اه دي لها اختصاص مكاني مكاني لها اختصاص قيمي القضاء المستعجل جزئي وبيستأنف في استئناف القضاء المستعجل برضه والقضاء المستعجل يوقع في كل مدرية من المدريات محكمة قضاء المستعجل مختصة كده اما اذا كانت في الضواحي ففيه محكمة جزئية في البلد ما فيهاش محكمة كلية ففي التالي يقضي القاضي الكوزئي في اختصاص الشق المستعجل اما اذا كانت الدعوة مطروحة امام القضاء الموضوعي وخشية من زوال الحق وفيه قضية ممكن ترفع دعوة قدام القاضي الموضوعي ان يحكم بصفة مستعجلة بكذا وكذا وكذا اذا كانت القضية منظورة امام القضاء الموضوعي اذا كانت منظورة قدام القضاء الموضوعي ممكن يعني فيه حاجة تشتدع بشكل مستعجل او بطلبات المستعجلة في الحالة دهية فده هو القضاء المستعجل طيب ناخد الستاذ المجدي استاذ المجدي معنا ايه يا فانس تتفضل يا فانس سؤالك بعد انت حضرتك كان كان فيه واحد رفع علي وكاتت فيها عنوان فعايا يعني عنوان ساكله خاطت سرب بطاعته اللي فيها نفس العنوان ده لا مش واضح سؤالك وقد حكم عليها فعلا في اول درجة بفلوس يعني فانا جيت اعمله على نفس العنوان المحضر قال لم يستدال انت سامعني يا استاذ مجدي ايو سامعك يا فانس حضرك بتقول فيه شخص رفع دعوة ضد حضرتك اه وقد حكمه في الدعوة هل البيانات فيها خطأ ولا ايه لا هو كان كاتب عنوانه وحطت سورة البطاقة اللي فيها نفس العنوان والحكم طلع بتاع اول درجة على نفس العنوان ده يعني عنوان بتاعه هو اه عنوانه اللي هو الكelyn اه وجيت اعلانه المحضر بقول لا ده مش موجود في العنوان خالص فأنا عملت إعلان تاني برضو قبل الجلسة الأولينية خالص وبعدين جيت علينا وبرضو قال لك لم يستدام وقعد ويحليف أنه هو فعلا مش موجود في المكان ده طالب فالمهم أنا دلوقتي روحت للمحكمة وقالوا لي تنزل أشتيك المحضرين يعني فقال لي روح للمحكمة وقال لي أنا عايز أتحرع عن موطنه آخر موطن له المحكمة الصباح لك تعمل تحريات وتشوف هو كان قاعد في المكان ده ولا لا فأنا روحت للمحكمة وأنا اللي بحضر يعني مش المحامي بتاعي بحضر فيه حاجات كده ظروف أنا بخليني أحضر مكانه حاجات ده كده يعني فالمهم أنا بقولي المحكمة أنا عايز تحريل القاضي قال لي لا ما فيش حاجة ما تحريل روح للمحامي بتاعي قال ليه من اللي يطبق القانون صح المحضرين دول بيلعبوا بيك ومش عارف إيه فأنا مش عارف أعملي هل هو دلوقتي الراجل ده كاتب عنوان مش مظبوط هو فعلا مش قاعد زيما المحضرين بيقولهم ولا المحضرين هم اللي بيلعبهم وأنا عمل ايه بقى في الحالتين يعني لو الدكان هو اللي بيلعب أنا عمل ايه طيب وانت في الاستئناف ازاي بتحضر بنفسك وما فيش محامي معاك أيوة أنا حضرت بأول جلسة على أساس ان انا هقدم الإعلان وكده زمهم ما يليلي تمام طيب فاستفساري فان شكرا أستاذ مجدي شكرا لحضرتك أولا في ناس بتستغنى عن الرأي القانوني أو العمل القضاء للمحاميين وده غلط كاسيمه مما بخسره مهما كان معرفته هو ما يوصلش إلى درجة القانونية للمحامي أولا هو رفع عضيه على شخص وترك العين وكذا ومش قادر والعين التاني ما ملقهوش المحامي يحضر ويطلب طلبات القاضي أي استجيب ليه التحري التحري أيوة من الاسم اللي هو الأنوان الغلط أو الأنوان الغلط فهي يجي التحريات يقولك لم يستدل كن الأحسن حاجة ليه المحامي يطلب من المحكمة استخراج شهادة من مصلحة الأحوال المدنية بآخر عنوان إقامة لفلان 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 المدعا عليه أو المستقنف ضد بيأخذ صورة رسمية من محضة الجلسة وبيروح مصلحة الأحوال المدنية بيكشفوله على آخر محل إقامة ليه وبيدهوله يعلن عليه بعد كده طيب نخرج لفاصل وبعد فاصل نكمل موضوعنا عن القضايا المستعجل وإجراءاته أعزائي مشاهدين فاصل ونتواصل مع حضراتكم طيب معنا الأستاذ منال أستاذ منال مساء الخير يا فن؟ مساء الخير إزاي حضرتك أستاذ نشهد طبعا متشكرين جدا على البرنامج المفيد ده ربنا أجعلكم نزحة نشكر حضراتكم يا فن طيب سؤالي للمسؤسيات المفتشار أنا دلوقتي لها شريكة بالنصف في محل منصفة بعقد المساجل كنا مقضرينه المستعجل وبعدين هو انتهت المدة بتاعته وما حبش يطلع هي تواصلت معي وقالت لي لأ هذا بيدفع كل شهر وكويس وابتعه أنا لأ أنا مش همشي ومش هرفع ضد قضايا وكي بس ماينفعش يقعد كده وماينفعش أنت تعملي له منفرد لأنه أنا النفط وهي النفط قالت لك خلاص برحك أنت خليك معاه بقى في قضايا وكما حاكم أنا هاخذ منه كده وهاتصرف معه وهاخذي قاعد بالمحبة وهقف ضدت في أي قضايا تعملها له وبتاع وريني هترفعي إزاي من غيري رفعت من غيرها وقدمت العقد وقدمت العقد المساجل بتاعك المهم بعد تداول في القضية ست شهور ولا سبع شهور القضي حكم بتفتيم المحل ليا وتفتيم الأجرة المتأخرة لياه فترة ست شهور دي برضو ضربها المبلغ كله اللي كان مكتوب في العقد وضرب أن المبلغ كله يبقى ليا برضو أنا دلوقتي كده وأصبر خدت منها حق الإدارة لأن أنا بحفظ المال الشائع وبتفرف التفارفات القانونية والقاضي طلع حكم قضائي بالتفليم المحلي ليه أنا دلوقتي في التفليم أقام من إزاي حق الإدارة اللي أنا خدت منها دا يعني عرفها بعد كده أعلمها بتاع دا وقولها إن أنا قلت ولا عملها محضر عدم تعديلية الحياة في المحل لأنها بقولها دا أنا هرجع أقسروا لأ دا محلي لأ دا متش حد ياخد مني حكي لأ إزاي كده بقولها كده أكيد هي أجباني تفع حاجة ما قدتش حاجة بتاع عماء فتتكلم كلام كتير يعني بتوصر رفاية كتير أقام من إزاي الحكم اللي أنا خدته دا أقام من إزاي لأخد حق الإدارة أستاذة منال أخدت حكم قضائي لصالحك آه لتسليم المحلي للمدعي تمام قضاء موضوعي أو قضاء مستعجل لأ قضاء موضوعي أول درجة ولا تاني درجة لأ أول طرق أما هو من حقه اللي يستقنف أنت مش هتقدر تنفذ الحكم طيب أنا رفتها أه منا رفتها سيرورة الحكم نهائي طيب فرطنا أنه بقى نهائي وما تتحدش إصباء بعد ما يصير نهائي بتحصلي على صورة رسمية من الحكم الاستقنافي وتقدميها أمام محكمة أول درجة بتاختي صورة تنفيذية والتنفيذية تعلينيهم بالتنفيذية وبعدين بعدين تعمل توكيل بالتنفيذ لبعاوني التنفيذ رئيس بعاوني التنفيذ ويبتدي التنفيذ للحكم ومن حقك ترفع دعوة تعويض بعد كده لأنه هو سلب حياستك وأصابق أضرار مادية ومعنوية وساعة استعمال التقاط أستاذ أمنان معنا تمام طيب الأستاذ وهيب مساء الخير أستاذ وهيب أستاذ وهيب معنا أستاذ وطي التلفزيون فقدنا الاتصال طيب سيدة مستشار شخص حصل على الحكم اللي هو من القضايا المستعجل هل الخصم يستأنف زي الدعوة القضايا العادية وهل الموعيد زي الدعوة المدنية العادية ولا مختلفة استأنف الشق في القضاء المستعجل لا يوقف التنفيذ لأن الأحكام الصادرة من قضاء المستعجل واجبة التنفيذ بمجرد صدور مجرد صدور طيب في صيغة تنفيذية بتكون مثلا؟ آه مزير بصيغة تنفيذية بس مؤقتاً زي ما قلت سيادتك إن القضاء المستعجل له حقية مؤقتة بطبيعته لغاية ما يصنف قضاء الموضوع لكن ده استأنف خلال 15 يوم يختلف عن الموضوع وده 15 يوم آه الموضوعي 40 يوم صحيح ده 15 يوم علشان هو باعتبارات إنه هو قضاء مستعجل لكن إذا حكم في الاستئناف بإلغاء الحكم يوقع حتى لو هنا نفذ الحكم بالإخرة أو خلافه ممكن تعادل عين وأيضاً إنه الأول درجة والاستئناف مرقابين من محكمة النقد محكمة النقد يعني لها رقابة عليه يعني بعد ما يستقنف ممكن يعمل دعوة يعمل نقد ممكن يعمل نقد لأنه هو في الحالة دي لا يختص به مثلاً قضاء المستعجل أو لاسى من الأمور المستعجلة علشان يحكم الحكم ده معنا الأستاذ عادل مساء الخير فاني ألو ألو أتفضل أستاذ عادل مساء الخير على حضراتكم أهلاً بيك فاني اتفضل لو سمحت لأستاذ ناشئة أنا عندي عقد إيجار حفيظ ممتلئ عقد إيجار قديم ممتد للحفيظ عيداً الأصل هو الجد توفى إمتى توفى أب قبل أديم يعني توفى أديم لا طالما توفى أديم يمتد إلى الأب والأب يمتد إلى الحفيد هو يمتد إلى بنته وبنته يمتد إلى الحفيد يعني هو يمتد الحفيد حاليا هل بعد موت الحفيد يمتد مرة أخرى إلى أبناء وزوجته لا هو يمتد مرة واحدة للحفيد وبعد كده هو أصبح يده بعد كده يعني أخر الحفيد أخر الحفيد شكرا الأستاذة نادية مساء الخير يا فندم أهلا بيك اتفضل يا فندم لو صنقت وتكنت عاوضة أسأل عندنا قوضة متأفجرة لستة كبيرة وتوفى وزنها اللي ورث منها توفى بدلوقتي أعدى بنتها ابن الراجل يعني ابنته متطلقة وقعدة فيها وممتها معاها لا يعني سوان يا فندم دلوقتي المستاجر الأصلي اتوفى أيوة وامتد لابن المستاجر الأصلي اتوفى وتوفى الممتد ليه امتد للحفيد أيوة والحفيد هو الموجود بتسألي حضرتك إيه الموقف بالنسبة للحفيد الموقف وبعدين هو غير عداد الكهرباء من ورانا تزور عقد قبل ما يتوفر ابنها تزور عقد وده بعدات كهرباء وركبه باسم يعني سؤال حضرتك بالنسبة ليه موضوع العداد الكهرباء ولا إقامة الحفيد ولا الموقف بعد وفاة الحفيد سؤالك إيه آه أيوة سؤالك يعني أنا أقدر أطلقهم ولا ما أقدرش طيب حاضر إفن حاضر شكرا لحضرتك دلوقتي بعد الحفيد إيه الموقف يا دلوقتي ما قالتش إنه هو تبقى من قانون الاستثنائية ولا القانون جديد أربعة سنة ستة وتسعين الوضع إنه قانون قديم قانون قديم إذا كان برضو حكاية إنه الفين واثنين واربعتاشر احتاشر الفين واثنين وتم تنفيذه خمستاشر احتاشر الفين واثنين إذا كان امتد للحفيد خلاص ينتهي أما حكاية إصالات الكهرباء عداد الكهرباء وعداد الكهرباء بيوت زور عقده هي عايزة تعمل إشكال معهم ممكن هي تجيب ما يفيد من الكهرباء وتطعن عليه بالتزوير إن العقد ده مزور الكلام ده لكن أيفيدها فيه إنه هو امتد لي عقد الإجار هي ممكن تأذيه بس لكن امتد لي عقد الإجار مش هتقض العين علشان زور لأنه هو امتد لي بقوة القانون يعني مش مسوى أساسي علشان أرفع عليه دعوة وأطرده إنه غير العداد لا 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 نغير العداد باسم هو لكن هو ليه أحقية ولا لا غير العداد ما غيرش ليه أحقية ولا ما لهوش أحقية ومجايز إنه هو غير العداد جاب ما يفيد إنه هو الحفيد وهو إعلان الوراثة وغيروله العداد بناء على ذلك مش بعقد المزور ده ما بتقول ومش بعقد مزور هي عرفت منين إنه هو قدم عقد لما لقيت العداد باسمه يوقع قدم عقد لا صحيح الأستاذ بشوي مساء الخير ألو اتفضل أستاذ بشوي ألو مساء خير أهلا بحضرتك فانو اتفضل والله أختي أختي أرملة وعيشة في شقة حماحة وجاي لها عريس عيني تجوزها هل من حق صاحب العمارة يطردها يعني أخت حضرتك موجودة في شقة إفن في عين شمس إثار حزين يعني هي معها هي صاحبة الإبار بس العقد باسم حماها العقد باسم حماها آه مش زوجها المتوفى وزوجها توفى وهي كانت مقيمة في العين آه يوجد طب هي وطنها وبعدين طب هي إقامتها في العين هل في مشكلة مع صاحب العين ولا لا آه في مشكلة طب هل رفع يعني هي هو رفع عليها دعوة طرد وما قدرش يعني خدت هي حكم يا أستاذ بشوي أيوة علشان نفهم بس ونوصل الموضوع لسيادة مستشار بطريقة قانونية صحيحة أيوة يعني هو العين باسم حماها أيوة وبعدين امتدت العقد الإيجار لابنها لابنه لابنه لا والابن والابن توفى آه وهي دلوقتي ممتد لعقد الإيجار ممتد وعاية ستتزوج وعاية ستتزوج وترفع دعوة قضائية ضدها وهي كذبت الدعوة بالضبط طب إيه المشكلة عاية ستتزوج هاتو صاحب العمارة بالحاق من يقدر بنا سأل أو اتزوجت طيب حاضر شكرا لا لا شكرا هي امتد لها هي امتد هو مالوية تتزوجها هي اتجوزت فيها ما اتجوزتش اه اتجوزتش عايزة اتجوز ابنها فيها معاها على سبيل الاستضافة من حقها لأن امتد لها عقد الإيجار فلا سلاوه هو أن يتدخل في الشقة خالص هو ليه القيمة الإيجارية فقط لأن طالما صدر حكم ليها بامتداد عقد الإيجار لها فلا يلحق له يعني طالما أنه ربودها قانون في الشقة ما فيش أي مشكلة أنا أستضيف من أستضيف يعني هو ابني أو أتجوز فيها أو أي حد أستضيف كمان طيب الأستاذة نيرمين مساء الخير فان مساء الخير اتفضلي فان بسؤالك حاليا كان عندي سؤال أنا في بيت من دورين دور أرضي ودور عيني فالبيت ده أفت بايتهول فإحنا عملنا عقد من دورين بعض ومضت وبصمت عليه واتنزلت يعني المياه والكهرابة بالكروت والغاز مفيش أيضاً فهي دلوقتي هي رحصل لها حاجة ممكن جزء يطعم في العقد ده بس أنا ما وصكتش العقد ما وصكتش العقد لا طيب قيمة العقد هل بتناسب القيمة الحقيقية للعين أو للبيت؟ أيها ولا مبلغ أقل؟ لا هو نفس المبلغ نفس المبلغ يعني نفس قيمته في الحي وفي المنطقة نفسها آه أنت خايفة من الطعن بالسورية يعني بعد أنا خايفة مثلاً جزء لحصل الله حاجة يطعم في العقد ده ممكن ولا إيه؟ العقد بيع آه طيب تفضل يا فن هو عقد بيع والعقد هبة عقد بيع عقد بيع أيها؟ والمبلغ كام؟ المبلغ سبع 150 ويطعم ده سلة القرابة إيه؟ هي خفة حسن زوجها جزء أختها لو لقدر الله حصلت لها حاجة زوجها يطعم آه لما تقدريش يا فنديم تمضيش شاهد على العقد؟ لا هو ما مضاش على العقد فيها مشكلة؟ لا لو قدرت تمضيش شاهد على العقد ما يقدرش يطعم لكن لو طعني طعن بسرية المبلغ أو عدم تسليم المبلغ لكن لو مضيتي شهود آخرين يوقع هنا أحسن نقطة تانية لو سجلت عقدك التسجيل ده لي خصوصية خاصة يعني ده سيات نزلت لي على المية آه يعني أنت الناس كانوا حاضرين في هذا المجلس وشافوا أن كنت سلمتيها المبلغ قيمة المبيع ده مضيهم شهود على العقد طب أستاذا نرمين الأرض مسجلة يا فنديم؟ الأرض أوه والعقار مسجلة؟ طب ما تمشي في إجراءات التسجيل يا سياتة مستشار ممكن حتى لو مش مسجل تمشي في إجراءات التسجيل لأن هي دلوقتي طب ديها نقطة مهمة قالها سياتة مستشار يعني ياريد تسجلني يعني دلوقتي القانون جديد حيازتها هي وحيازت سلافها اللي هو البيع لها لو خمس سنين ممكن تسجل وضع يد المدة طويل بتحقيق وقع مادية تمام ما تسجلي يا ساذا نرمين طب أنا حضرتك طب من جوات النعم دي عشان أضمن المباشر حاجة ثانية ما هو سياتة مستشار بيقول لحضرتك لو قدرت تسجلي ده يبقى كويس لو قدرت تسجلي وقعي شهود على العق عشان تثبتي أنك أنت دفعتي قيمة المبيع ده قيمة الشقة دي أنت دفعتيها لي طب حضرتك معي شيخ صوي يعني قاعد مين شهود مثلا أي شهود يا فندم أنت يعني هي بس سؤال يا فندم هي دلوقتي كتبت العقد وانتهى الموضوع هل ممكن أنا بعد مكتب العقد بفترة همضي شهود ممكن وممكن تأمل محضر إثبات حالة برضو هي عايزة تأمل نفسها خوفا أحسن تحصل مشاكل بعدين تأمل محضر إثبات حالة في الإسم تمضيهم علاقات وتأمل محضر إثبات حالة أنه كانوا متواجدين أثناء تسليم المباشر تمام يا فندم طيب وبعدين حاجة زي كده لازم شهود يعني أنت إزاي ما مضطيش أي شهود طالما فيها أرايب وبتاع لما يكون واحد غريب بنقول ما مش محتاجين شهود لأن شهود كانت زمانة عشان ما فيش بطاية لكن واحد غريب مش هيجي ويقولك أنا ما استلمتش قامة المبيع ولا إن صورية العقل لكن الأرايب لازم يوضي شهود أثناء العقل إن تم تسليم المبلغ أمامنا شهود وياريت برضو يا سيدناديا لو قدرتي تخلي زوج أخت حضرتك يوقع أحسر يوقع كشاهد كده حتأمني نفسك أكثر معنا تليفون معنا تليفون يوقع كده معي الأستاذة أنوار أتفضلي فاني أجل مع حضرتك اتفضلي فاني بالوقت أنا زوجي معارض بجنيا وحماية تنكتب له نص البيت باسمه دي من ورايا مرضى تنكتب له عن حقه وملك إخواته على حياة عيني السؤال مش واضح يا أستاذة أنوار معلش حباها كده بالها نص البيت مريض زهنيا مريض زهنيا أه وحماية تنكتبه تنازل تليه نص البيت باسمه يعني حماية يعني حماية تنكتبه حب دي حقوقه أه مضى ابنه بالتنازل عن نصيبه وكتب أمناكه الأولاده البقية أيضا تهير حاجات ثانية فعايزين كل شوية كسطروا للسقف وكل شوية عملونا حركات راب ومفاتيح على الكلوم بتاعنا عشان الكروشوني منشأت أنا ما معايش أي حاجة تجدت بأوراقني بشأت بس أنا معاي طبعا دي حاجات فقط وأنا السبت بقيت مريضة يعني أنا كنت أنا اللي بفتح لده من يوم ما تجود بس خايتها الكروشوني منشأت طيب هو ما تضايع على تنازل يا فندم هو كان إيه نصيبه ما تضايع على تنازل ولا إيه أيه بالضبط كده نصيبه بالمراس من العبود يوص البيت لا تا دا جزء من المراس كان يوص البيت ما تضبط ليه المراس من مين من حماية وحماية عايش طيب إزاي مراس يا فندم والراجل عايش هو كان كده في اسم ابنه هل مراس من والدته لا 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 هو كان كتب البيت باسم الولدية سلامه وخزشه وقت يراري على التلفزيون يعني يا أستاذ عنوار زيادة توليح لسيادة المستشار هو زوج حضرتك كان ليه نصيب وأخدوا منه حماكي ودلوقتي ضحقه هو كتب العقار باسم أولاده في الأول كلهم وبعد كده لا كان كتبه باسم ابنين اثنين بس أيوة يعني باسم يعني باسم زوج حضرتك باسمه واحد تاني وبعد كده لما يصيب بإعاقة ذهنية رحى مضاه على ورقة هو مريض من الأول هو مرضى تنازل هو ما يتقدر طب إيه الموقف هنا فندم ما يقدرش طب خليك معنا يا أستاذ أنوار يمكن سيادة المستشار يستفسر أم أنا معايك أيوة طب إنتي عرفت إزاي ما الضاهلة هو قال لي بعدها بثنين هو سيلاك كل شو يقول له أنا رايح للأس إندي لنا عايزة روح للأس أنا قلت يشك في الموضوع ده قلت له هو عادي يا أيوب على حاجة طب ما الضاهة طب ما قال لي شغل بعدها طيب يا أستاذ أنوار شكرا هو مضاهة بيع وشراء ولا تنازل ما عرفش هو قال لي تنازل ما عرفش هو قال لي تنازل طب إيه اللي يثبت يا أستاذ أنوار إيه اللي يثبت إن كلام حضرتك مضبوط إنه فعلا مضى على تنازل هو قال لي وحماية عايزي كروشني نشقه بأي طريقة عاملين كتطروري السقس وعملين لحركة رعب كون بهدليني وكانوا شروع فاقتلي معايا قبل كده ضربوني عشان فروشني من الشقة زوجك مريض ذهنيا فعلا ما بيميزشي الناس لا 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 عندك بياخد علاج في صنف الشخصية ومخه يعني مش مظلوط ده غال كده اللي بيخاف من أهله يعني في الطب الشرع يبان إنه هو عنده شغف ريميا ومعايا تقاريش بعلاج طيب ما تحبري عليه طيب إسمعين إسمعين حيقولك الخطوات إيه شكرا لحضرتك في أي استفساري فاني ده شكرا تعمل إيه علشان تضمن حقها وترجع حق زوجها برد أولا هي ما تقدرش تطعن دلوقتي غير تعمل حجر عليه على جوزها طيب وحق زوجها اللي توقع عليه أيما بعد ما تعمل حجر تاخد حاج هي تطلب من المحكمة ترفع دعوة بلزامه تبك المادة عشين قانون الإثبات بلزامه بتقديم العقد للإنتقاذ جراءات الطعن عليه بأنه عقد مزور ليه؟ هي هو وقعه وهو لا يدرك يعتبر مزور يعتبر سوري لكن هو مزوري هو في حقيقته زور هذا العقد ومغضاه بدون ما هو يعرف لأنه هو مصاب يعني أول حاجة اللي هي دعوة حجر حجر على الولد حجر على الزوج عشان يثبت وياريت إن المرض ده إن كان الطبيب الشرعي يقدر يحدده من إمتى عشان تثبت إنه سابق للتوقيع ده يعني لازم دعوة حجر الأول طيب نفترض يا فندم هي مش معاها صورة عقد ليه؟ هي المادة عشرين هل ممكن نلزل الأب ده إنه يقدم الصورة المادة عشرين من قانون إثبات إذا كان يوجد مستند مشترك بين الطرفين وليس بيدي فله الحق طلب من المحكمة إزامه بتقديم أصل العقد لاتخاذ إقراءات الطعن بالتزوير عليه وفي حالة عدم تقديمه يعتبر مزورة تمام يبقى أول خطوة اللي هي حجر حجر نملك اتنين إن هي ترفع دعوة بالزام ونمى إلى علمنا إنه يوجد عمل تنازل من فلان لفلان 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 وكان في ذلك الوقت لا يدرك توقيعه دي الخطوات يعني كده الرد واضح لازم دعوة حجر الأول وبعدين ندعوة بتقديم قصة العقد طيب نخرج الفاصل وبعد الفاصل نكمل الموضوع عن القبائل المساعد عزيزي المشاهدين فاصل وأنا توضط مع حضراتكم الأستاذ عادل مساء الخير يا أستاذ عادل أستاذ عادل معنا؟ أتفضل يا فن أستاذ خير يا فن أهلا بحضرتك أستاذ مشار معاك يا فن حضرتك الفن أنا كنت بعدت مبلغ لواحد آآ مية وربعين ألف جنيه عن طريق البنك أين؟ وبعد كده آآ بعد عن أي حد يا رب كده اتوفى يعني شخص اللي بعدت له ده اتوفى؟ آآ أنا كنت بطير وعلي وصل أمانة وبصمت وكل حاجة وبعدت له عن طريق البنك أستاذ عادل بعد كده أيا فدر أستاذ عادل حضرتك بعدت لحد مية وربعين ألف جنيه وحواله كانت ولا إيه؟ لا ده عن طريق البنك من حساب لحسابه من حسابك لحسابه؟ آآ يا فن طب وتوفى؟ آآ وبالثاني قيابي متجالي هو جالي رجال القاهرة ومضيته كنت بطير وصل أمانة وبصمت وكل حاجة وتوفى وبطالب بالمدان بتاعته بتقولي اتوفت وعمل لك إيه؟ وأولاده قصمت بصمت وعندهم أستاذ عادل أستاذ عادل نعم الأمر مش واضح يعني أنت بعدت الراجل مية وربعين ألف جنيه واستلامهم بتبصموا على إيه؟ أنا وكان في شغل بنا يعني ما نفذش الحاجة المطلوبة فحضرتك عاوز المبلغ فقال لك مش معايا وأمضي لك على إيصال آه كده يعني السيناريو ده؟ آه يا صنع آه طب وبعدين اتوفى؟ وبعد كده اتوفى طيب صيغة الإيصال صيغة الإيصال إيه؟ بسيارة المستشار بيقول لك كان بخط دي اسمه رباعي ونرخ بالكامل وماضي وباصل أيوة إنه استلمها على سبيل إيه؟ أمانة شغل كمبيالة مديونية صلفة على كبيل أمانة طيب تمام أما إيصال أمانة معاك آه طيب أنا أقلمت مدام بتاعته بتعوني توفى ألف عضية بزيارة عايزة يعني أنت بتسأل دلوقتي هل يجوز رفع دعوة إيصال أمانة مع إنه الشخص اللي وقع اتوفى؟ كمان يا خنم ده سؤالك ده سؤالي مضبوط كده ماشي شكراً أستاذ عاد سيادة المستشار إيه الموقف هنا؟ هل ممكن واحد توفى أرفع قيمة إيصال الأمانة على الورصة؟ لا أنا أرفع الإيصال الأمانة ده جنحة والجنح أو العقوبة شخصية مش هروح أنا أنفذ عليه في المدافن لا يوأتحول بالتالي أنا من حقي أرفع على الورصة بقيمة إيصال الأمانة باعتباره إنه هم ورصة لي يعني دين مدني دين مدني بالقيمة دين مدني كأنه كمبيادة تحول من إيصال أمانة إلى كمبيادة يعني بعد وفاة الشخص اللي وقع على إيصال أمانة هنا تفقد الجانب الجنائي دين والدين والورصة ملزمين بي والورصة ملزمين بي لكن يتخذ خلطوات وإجراءات الدعوة المدنية الدعوة المدنية وليس الدعوة الجنائية دي دعوة مدنية على الورصة إنه هو كان مدين لي بمبلغ مثلا 150 ألف جنيه وباعتبارهم ورصة ولازم يجيب ما يفيد إنه دول الورصة ويرفع دعوة ويطلب حتى لو هو ما معهوش إعلانه الراسة يطلب من المحكمة التصريح له باستخراج إعلانه الراسة من محكمة الأسرة يعني زي ما لك سيادة المستشاري أستاذ عادل أنت بتسلك الجانب المدني الجانب الجنائي خلاص انتهى بالوفاة خلاص انقضت الدعوة الجنائية بالوفاة تماما الأستاذ عديد هم بالجوزين من الأول بالجوزين من الأول خالص تمام وهو كان يقعد في الشقة هو مراته تمام مراته توفض بقالها بتاع سنوص وهو توفض بقالها بتاع خمس شكلهم تمام معها بنتو متجوزة وقعدة في الشقة وجوزها مات يعني هي بعد وفاة والدها جات عايزة تقعد في الشقة لا لسه ما جاتش لغاة دلوقتي لسه ما نتكلمناش حاجة تمام بس اعنا سميني انها عايزة تيجي هل يقعد تيجي الشقة مقفولة طيب ما من حقه من حقه يرفع عليهم دعوة ولا يعمل إجراء قانوني يرفع دعوة انتهاء عقد الإجار يرفع دعوة حاليا اه هو ما تعتك بالو انت بتاع عشرين سنة وانفعش اجراء انت احسن حاجة حط قفل على الشقة حط قفل على الشقة علشان ما تجيش طيب ما اعزانه موجود وعقصة موجودة ومالو وعقصة موجودة تطلب تمكينها من النيابة خليها تتمكن بس إثبات ان الشقة كانت مقفولة أنا بديلك هو ما تعتك طيب اسمعني طيب بعد إذنك ممكن تسمعني عشان تستفيد اتفضل ايه أنا بديلك الاجراء ده ليه علشان هي اتطلب تمكين من النيابة حتى لو اتمكنت من النيابة على الوجه لكن التمكين هيقولك فلانة وفا واثبات وممكن التمكين هيقولك ابقاء الحال على ما كان عليها المقفولة الى ان يحكم القضاء المدني انت ترفع دعوك في قضاء المدني ومقفولة بدل ما تيجي ولسه تفتح وتعمل عفش لعفش آه ساعة التنفيذ من قضاء المدني انت بتستلبه على سبيل الأمانة وبتاعد كده بعد ما تستلمه وبتنزرها بنزر رسم على يد محضو تعالي استلب المنقلات بتاعتك وإلا أو ضحها في مخزن ومنزمة بقيمة إيجار هذا المخزن بس تماما استاذ عزيز طيب يعني يبقى الامتداد القانوني برضو عشان نوضحه لفندم قبل لما نختم حلقتنا نهاردة بنقول الامتداد القانوني شرط أساسي أن يكون الابن مقيم مع المستاجر الأصلي قبل الوفاة ده محكمة النقض ألا تيه أن يكون إقامة دائمة مستقرة هادئة هيعول على مسكن آخر سواء يتخذ من هذا المسكن مرعاه ومغداه وسكناه قبل وفاة المستاجر الأصلي إذا ثبت أنه ليس له إقامة مستقرة هادئة في هذا المسكن أو بيعول على مسكن آخر ماش من حق الامتداد أيضا إذا ثبت أنه هو والده كان مريض وأقام معاه يعني له مسكن زوجية وأقامه أقام معاه قبل الوفاة فترة لإعلاجه يوه مقيم على سبيل الاستضافة في هذا الحالة لا يبتد له عقد الإجارة يعني يجب أن تكون إقامة هادئة مستقرة لا يعول على مسكن آخر سواه طيب يعني يتخذ من مكان هذا المكان مغداه ومرحاة وسكنه يعني معناها أنه دي الإقامة الفعلية المستقرة الهادئة ليس له مسكن آخر طيب بالنسبة للقضاء المستعجل سيادة المستشار صدر حكم مستعجل لصالح شخص والمحكمة أصدرت هذا الحكم وحضرتك قلت لا يقم حتى لو فيه استقناف برضو لازم ينفس لو تم نظر الدعوة أمام القضاء العادي وصدر حكم هل الحكم صدر أمام محكمة القضاء العادي بيرغي القضاء المستعجل طبعا 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 ما أنا بقول سيادة ما يستندش ليه خالص لا لا خالص أن القضاء الموضوعي هو المهيمن لأن أنا قضاء مستعجل مؤقت حجية مؤقتة مش حجية نهائية لأنها من ظاهر الأوراق تمام طيب سريعا بالنسبة قاضي الأمور الوقتية وقاضي التنفيذ هل لهم زي القضاء المستعجل لا قضاء الأمور الوقتية وقاضي التنفيذ قاضي الأمور الوقتية له أن ينظر من ظاهر الأوراق برضو والأمور الوقتية اللي هي سريعة منع سفر مسكن زوجية تمكين المسكن زوجية الحاجات اللي هي تتلذب أمر على عريضة ولا ينصل أمامه الطرفين نزاع زي القضاء النساجر أما قاضي التنفيذ خاص بقضايا التنفيذ بنفس على عقارة على بابلغ على خلافه الكلام ده قاضي التنفيذ بيجي قدامه أضايا خاصة بالتنفيذ له أن يقضي فيها بأمر برضه أن يقضي فيها على وجه السرعة قضاء المساجر حكم لكن قاضي التنفيذ وقاضي الوقتية أمر يعني يعتبر ده أمر لكن ده قضاء ده قضاء وليه استئنافه ده المساجر وليه نقضه أما الأمر الوقتي له تظلم قدام نفس قاضي الأمور الوقتية قاضي جزئي أما قاضي الأمور الوقتية رئيس محكمة طيب بالنسبة للحكم القضاء المستعجل حضرتك قلت طعني فيه خلال 15 يوم طيب إمتى أطعن بالنقضة هل برضه خلال مدة معينة؟ طعن بالنقض كله 60 يوم سواء كانت من محكمة استئنافية استئناف عالي أو محكمة استئنافية دائرة كلية سواء موضوعي جزء يعني وتنظر قدام الموضوعي في الكلية مدني مستئناف أو استئناف مستعجل كله 60 يوم 60 يوم طيب يعني إحنا بقدر الإمكان حاولنا نغطي موضوع القضاء المستعجل شكراً سيادة مستشار يسري مكاري محمد بالنقض والدستوريول الأكيد شرفتنا شكراً لفند شكراً لفند أعزائي المشاهدين يعني زي ما أكدنا إنه القضاء المستعجل من حق أي شخص يلجأ للقضاء المستعجل ولكن بشروط وبإجراءات زي ما تكلمنا فيها وأيضاً يقبل الطعن فيها بالاستئناف وأيضاً يقبل الطعن فيها بالنقض ولكن بمجرد نظر الدعوة أمام قاضي الموضوع وفصل فيها في هذه الحالة يعتبر قضاء الحكم المستعجل كأن لم يكن دين العبرة بالقضاء العادي شكراً لحضراتكم على الحسن المتابعة لوقت دلقاء جديد ومتجدد يوم القميس القادم في تمام الساعة السابعة ونصف مساء شكراً لحضراتكم شكراً لحضراتكم